اشتركوا في القناة بالتأكيد لازم نكون في غاية غاية السعادة نتيجة كبيرة ونتيجة مهمة كمان الاهلي دايما بيبدي دروس وانت مشجع للنادي الاهلي لازم تبقى عارف انك محتاج تصبر محتاج تصق في فريقك محتاج تصدق دي اهم حاجة محتاج تصدق وانحنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت الوضع كان مختلف ناس كتير جدا وانا جاي بتكلمني في حتة انتوا المرة اللي فاتت تكلمتوا في تلات نقط التلات نقط غريبة جدا انه هما كانوا محور المباراة اتناقشنا المرة اللي فاتت في البداية بشريف والدفع ببواليا في الظروف افضل اتناقشنا في ان لازم نستغل الشوت الاول وننزل باستراتيجية مختلفة ان احنا نسجل من البداية اتناقشنا كمان في فكرة تأسيم المباراة وفي اهمية دور افشة لجمهور وسجل النهاردة اعتقد كنا محضرين كويس الحمد لله التوفيق من عند ربنا توفيق كبير جدا بيصاحب النادي الالي في المباراة دي التوفيق اللي غاب عنك المباراة اللي فاتت كرة القدم على المدى البعيد دايما عادلة بس احنا ما استنناش كتير يا دوب مباراة العودة وكانت العدالة من كل شيء العدالة اللي حيارت البعض ازاي في الجو الحر والرطوبة العالية والقلق من الاجواء الصعبة ينزل مطر غزير درجة الحرارة تكون سبعة وعشرين مسيماني يكون في احلى احلى مبارياته اللاعبين يكونوا في احلى احلى مستوياتهم مباراة تكون بمزاج مشكلة الشوت الاول تنتهي بادافين في اول تلت ساعة اداء ولا اروع كمان تشكيل ولا اروع كل شيء يكون معاك حتى في الشوت الاول والشوت التاني اختر كرتين لفريق فيتا كلب واحدة في القائم والتانية في العرضة كل شيء حدث في المباراة الاولى تغير تماما في المباراة التانية وكأنها بوادر العشرة ان شاء الله ان شاء الله يا قسامة واللي تغير مش مجود النادي الاهلي فنيا اللي تغير جزء من حظ الاهلي اللي دايما الناس بتتكلم عن ان الاهلي معه حظ بالعكس مباراة بتتعادل فيها مع فيتا ضرب الجزاء اتكلمنا عنها كتير جدا بتضيع كتير جدا وبتنزل المباراة زي ما قلنا هنا المدير الفني الجيد مش هو اللي ما بيقلطش مفيش مدرب في العالم ما عندوش اخطاء ولكن المدير الفني الجيد هو المدير الفني الاقل اخطاء واللي اهم كمان بيقدر يعالج الاخطاء المرة اللي فاتت زيروا محاولات كان فيتا بيعملها ولكن ادرب بالعكس من محاولات مش مرتبة يسجل فيك هدفين المباراة دي زيروا محاولات انترجت لفيتا على ملعبه شيء صعب جدا وصعب انك تروح تقابل فريق على ملعب ترتان واخد على سرعة الكرة فيه واخد على الاجواء فيه ويعمل صفر محاولات انترجت في الوقت اللي انت بتعمل خمس محاولات على المرمى انترجت بتسجل منهم ثلاث اهداف هنا الموضوع اتعالج كويس من بداية المباراة تقدر تشوف كويس قوي ان موسماني غير اهم حاجة شخصية الفريق وهي في ايه كرة محمد شريف في بداية المباراة بتعلن عن فرصة شبه محققة بتضغط جامد جدا بتوضح ان انت نازل من اول ربع ساعة زي ما انت قلت يا عسامة عايز تخلص المباراة وده بيعكس تصراحات موسماني اللي قال انا مش رايح المباراة دي اطلاقا عشان خاطر العب على تعادل انا رايح العب على الفوز اعتقدت ان هو تصريح دبلوماسي بس لما شفت في الملعب اكتشفت ان التصريح ده كان بيتسو موسماني بيقوله وهو عارف هيامل كويس قوي بعد مباراة الاتحاد اللي في الدور التاني او في بداية الدور الاول في الدوري كان بيتسو موسماني لاب مباراة مع الاتحاد في كأس مصر كانت المباراة صعبة جدا حسمها حمدي فتحي وطبعا افشاء الحاسم بهدفين بعد مكان الاتحاد متقدم واحد سفر وبالفعل كان النادي الاهلي بيعاني فنيا في هذه المباراة جينا في بداية الدوري بيتسو موسماني مع عصام حسن بيسجل ربعية والنادي الاهلي بيستحوس تماما على فكرة الملعب وازاي بيقدر يسجل هدف وقتها انا قلت صعب جدا تقابل بيتسو موسماني للمرة التانية وتكون موفق قدامه بيتسو موسماني المدير الفني اللي بيذاكر قوي المنافس وبيسمح لك فقط لغير بمباراة واحدة المباراة التانية هتكون صعب عليك جدا 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 وده اللي حصل مع فيتا قلب درسه بشكل كبير جدا عارف ازاي يلعبه النهاردة بتلعب اربعة اربعة اتنين فلات عندك افشاء اللي كنا بنتكلم ازاي بيروح يلعب وينج النهاردة عنده تحرقات عبقرية على الجانب الامامي جونيور اجاييه ان كان بيلعب على طول وينج محمد شريف مع مروان محسن مروان محسن اللي المباراة التانية على التوالي بيعمل أسست النهاردة استفادنا استفادات كبيرة جدا من الخط الامامي مروان محسن أسست محمد شريف بيسجل هدف بينزل وولتر بوليا بعد حالة من عدم التوفيق بشكل كبير جدا في الوقت الصغير او الولاي اللي يلعب فيه وولتر بوليا يعمل أسست ده اللي المفترض نبني عليه الثقة اللي بترجع للخط الامامي وتحديدا سلاسي رأس الحربة محمد شريف مروان محسن وولتر بوليا ده لازم نبني عليه كمان طاهر محمد طاهر وهو بيسجل وأفشا اللي بيعوض القرى اللي زعالي الجماهير النادي الآل في ديها 88 بهدف من نوعية قضية أفشا هدف بعد تمريرة رائعة من الصلية يقدر يسجل هدف تاني عشان نقتل المباراة تقريبا في أول تلت ساعة مهم كمان ان احنا نقول ان فيه تلت حاجات كانوا بصمة موسيماني زي ما احمد قال لكم فكرة طريقة اللعب ده خيار فني خاص بالمدير الفني بشكل كامل انا اللي غيرت طريقة اللعب في المباراة زي دي موضوع فيه رزق ان افشا يلعب طرف وانك تلعب باتنين مهاجمين بس الرزق ده اتحول لتلت اهداف اذا هنا الاختيار في طريقة اللعب كان مثالي توقيت الاهداف كان مثالي وكمان ادارة المباراة على مستوى التغييرات مثالي والتعامل مع الارضية الترتان بدنيا واستهلاكك وتأسيمك للمباراة لاشواط داخل المباراة كان ايضا شيء مثالي هنا مسماني في المباراة دي مش بس تفوق لا ده الاهم ان هو عدل كتير من الحاجات اللي وقفنا عندها قبل كده يبقى ده المطلوب من المدير الفني مش انه ما يبقاش فيه سلبيات انه يبقى فيه تصحيح للسلبيات دي عشان نشوف نتيجة عظيمة زي ما قولنا يا احمد وكمان مسماني لأرقام خاصة في المباراة دي بالتأكيد مسماني له ارقام خاصة مسماني بيلعب تسع مباراة مع النادي الاهلي في البطولات الافريقية او في بطولد دوري ابطال افريقيا البطولة المحببة للنادي الاهلي هزيمة واحدة فقط لغير امام سنبا الاهم من كل ده ان بيتسو مسماني في قيادته للنادي الاهلي لعب اربع مباراة خارج الديار او خارج مصر فاز في تلات مباراة هزيمة واحدة فقط لغير زي ما قلنا احرى ستة اهداف واستقبل هدف واحد ستة واحد بيتسو مسماني فاربع مباراة اعتقد رقم مهم جدا رقم بيعكس شخصية المدير الفني ان احنا كان عندنا بعض المشكلات دايما فاننا لما نلعب خارج ملعبنا بتكون النتائج دايما مش في صلاحنا من اربع مباراة تحت ادارة بيتسو مسماني بنحقق الفوز في تلات مباراة اعتقد رقم لازم نقف عنده ورقم يخلينا نهدى شوية عن مدير الفني تخيل مدير فني بيجي لك في الدور قبل النهائي بيحسم دوري ابطال افريقيا مدير فني بيلعب مباراة يحسم بيهم مسابقة كأس مصر بيروح يلعب كأس العالم للاندية واقصى اللي تقدر تحققه خاصة وانت بتواجه بايرن وينغ في الدور قبل النهائي هي المدالية البرونزية فبيحققها يعني العلامة الكاملة من التلات بطولات اللي شارك فيهم يقدر يتصدر دوري المسابقة المحلية لو فاز من البرونزية المؤجلة فبالتالي مدير فني زي ده على الاقل لازم تصبر عليه تماما حتى نهاية الموسم القيمة المضافة للفريق وهو محمد مجدي افشة كان لنا كلام هنا خاص في الحلقة اللي فاتت عن افشة محتاجين نستكمله لسبب زي ما قلنا لكم مفيش لاعب انت كمشجع ما تنتظرش منه الافضل حقك انتظر من اللاعبين الافضل وانه يقدوا اكتر ما عندهم وده شخصية لعب الاهلي وشخصية جمهور النادي الاهلي ولكن في نفس الوقت ما ينفعش انت اللاعب بتاعك تبدأ تروج لفكرة اتكلمنا فيها خطيرة جدا وهي ان افشة يعيش على ظلال القضية قلنا معاكم المرة اللي فاتت ان افشة في دوري ابطال افريقيا كان في تلات مباريات ساهم في هدفين في مبارتين حنيجي بقى النهاردة افشة مع المباراة بتاعت فيتا اصبح لعب اربع مباريات في دوري المجموعات ساهم في اهداف في تلات مباريات سجل امام فيتا وسجل امام المريخ وصنع امام فيتا سيمبل فريق الوحيد اللي افشة لعب قدامه دقائق قليلة جدا وما سجلش حنيجي بالنسبة للدوري المصري قلنا ان افشة مساهم في اغلب مباريات الدوري المصري للنادي الاهلي هنا اللاعب اللي يستحق الدعم لما بنيجي ندور بنقول افشة عنده افضل ولكن مين في مصر في مركز افشة ممكن يا احمد نتكلم ان انت تقدر تحطه قبل افشة في الترتيب مين بس كده بالزبط ومتفقين على ده اذا بنقيم افشة في الاطار ده مفيش لاعب تحس ان فيه جاب بينه وبين افشة بالعكس اقولها بكل اريحية افشة في المكان ده حاليا هو اللي بيبعد عن اي حد خصوصا ان هو اللي لعب اخر مباراة اساسي منتخب مصر كمان واخد الثقة حتى عبدالله حفيزي اللي من لعبين المميزين اللي كنت بتكلم عليهم في المركز ده في افريقيا لما الناس شافته مع الرجاء اتكلمت بشكل معقول جدا وقتها ان لها جماعة احنا شايفين افشة يمكن بيتفوق عليه اذا انت عندك لعب حتى لو بصينا داخل القارة في المركز ده مش هنلاقي لعبة يا اسامة اسماء كتير تقدر تقول لا ده فيه فلان ممكن نجيبه فيه فلان ممكن نجيبه فاذا انت محتاج تحافظ على افشة بالتأكيد وافشة لازم يتوصل له رسالة مهمة جدا بعض من غضب جماعير النادي الاالي بيكون ثقة فيك بيكون بيطالب ان انت توصل لاعلى مستوى بيضعوك على درجة واحدة من المقارنة مع محمد ابوتريكا اعتقد دي مقارنة بتكون صعبة جدا ولكن انت على الاقل قادر تقدم نسخة لصانع الالعاب اسمها نسخة محمد مجدي افشة النهاردة بعد ما كان فيه عدالة من الكاف بمنحك افضل لاعب في الجولة التالتة النهاردة ايضا عدالة الهية بعد الفرصة اللي ضاعت في ديها 88 بتسجل هدف من صناعة مجدي افشة الهدف اللي صنعه عمر السلية اللي برضو عمر السلية بيتعرض لبعض الانتقادات ولكن الحقيقة لما نشوف النهاردة كرة الهدف بأفشة مع عمر السلية هنلاقي ان عمر السلية من وان تاتش او من لمسة واحدة ادر يخلي مجدي افشة في وجه مباشر مع المرمى طبعا افشة اتأخر درجة لكن ادر يرقص اللاعب لو نعرض الصور دي كرة طبعا جونيور اجاييه بيدغط ومعايا عمر السلية عمر السلية بيستلم الكرة وان تاتش على طول افشة بقى في اتجاه المرمى وقف الكرة فالمدافع ادر يزبق ترئيصة لأفشة وتصويبه بمنتهى القوة ومنتهى الدقة ومنتهى التوفيق يجي صالح افشة في مباراة مهمة جدا خارج الملعب عشان يسجل الهدف التاني وارد تقول دي صدفة من عمر السلية لكن لو رجعنا المباراة المريخ هنعرف ان الموضوع ليس صدفة اطلاقا عمر السلية صنع نفس الهدف بالزبط وبنفس الطريقة ومن لمسة واحدة وتقريبا كوبي بيست من السيست اللي عمله لأفشة لولتر بوليا هنا فيه ضغط شوف عمر السلية قافل زاوية ده هو اللي ضاغت في اخر الملعب هتتمرر القرى عمر السلية بيضغط بيحاول وسط اتنين ياخد القرى هتعلى القرى عمر السلية برضو بيحط وولتر بوليا مع المرمى وولتر بوليا بيسجل اول اهدافه الافريقية فلما يتكرر الامر في مباراتين بينهم مباراة واحدة اللي هي بيتا كلاب الدور الاول او الزهاب اعتقد الموضوع من الصدفة واعتقد كمان لو ركزنا مع بيتسو مسماني لعبين كتير لما بيوصلوا لنص الملعب وقبل نص الملعب زي بدر بنون دايما بيحاولوا لعبه القرى اللي بتقطع كل الخطوط عشان توصل بالمرمى واعتقد بيتسو مسماني مركز على النقطة دي تحديدا بعد مباراة بايرن ميونيخ لما تعلم من بايرن ميونيخ وقال عندهم لعبة لو احنا تعلمناها تفرق كتير اعتقد دي اللي بتتنفذ فزي ما بنقول بندعم افشا وافشا بيدي استجابة عمر السلية بنقرنه احيانا بحسام غالي ولكن الحقيقة عمر السلية ايضا في مركزه عامل مساهمات كبيرة جدا الدور اللي فات كان نجم بالتأكيد من نجوم الفريق ومسجل في النهائي فعمر السلية ايضا محتاج دعم لان يقدر عمر السلية يسمع الفريق طفك معا جدا عسامة ومن دعم لدعم فمين يستحق الدعم زي ياسر ابراهيم المهاربي نجم اللقاء ياسر ابراهيم احيانا بنختلف في مين نجم المباراة بالناس بتبقى متفوتة مفيش النهاردة حد عمل استفتاء إلا هو ياسر ابراهيم اكتساح ياسر ابراهيم بيدي نسخة مهمة جدا ان كمان ما فقاش مصادفة مباراة الهلال فقومه دورمان كان ياسر ابراهيم من اهم نجومها مباراة الوداد في النسخة الماضية بنتكلم عن مباراة حاسمة كان ياسر ابراهيم من اهم نجومها فاز بكل التحامات الهوائية في المباراة دي تمانية من تمانية مباراة الوداد والنهاردة ياسر ابراهيم انت اهم اسباب صفر محاولاته انترجب لا قبل ما تفصل للمباراة النهاردة قعدت مباراة مهمة جدا مباراة لياسر ابراهيم وهو بعيد عن الاجواء كأس العام الأندية ويجي امام باير مونخ ويلائي نفسه بين قدام ليفندوبيسكي ومولر وينزل ياسر ابراهيم في قمة تركيزه تماما ياسر ابراهيم اللي كان اساسي لحد المباراة النهائية في دورة ابطال افريقيا فييجي بدر بنون يحل محله اساسي تجد مفيش اي غضب على ياسر ابراهيم بيركز بس يا فارس عشان يشتغل وعشان كده ربنا بيكرمه ولما بتيجي الفرصة تجيله بيكون نجم المباراة ليه بقى بقولك ملحوظة حلوة لان حتى مش هو رجله في الملعة بالضبط ومش اول مرة اللاعب اللي سهل جدا يكون عندك كبديل ويدخل ومتحسش بفرق ده جماعة لعيب مميز جدا فيه خصوصا في خط الدفاع انت عشان تجيب انسجامك مع المدافع اللي جنبك ده بياخد وقت ياسر ابراهيم حافظ المكان ياسر ابراهيم شفنا لعيبة قبل كده بتختفي في مباريات في وجوده ياسر ابراهيم لعب عنده شخصية عنده رجولة عنده روح النادي الاهلي انا بقول عليه راجل ابراهيم لان ياسر ابراهيم فعلا لاعب عنده سمات وصفات النادي الاهلي وفعلا لاعب نتمنى ان كمان مش سهل جدا انك تكون بتخرج من التشكيل وبتدخل التشكيل وبالالتزام ده صعب قوي تسمع ان ياسر ابراهيم كان زعلان نازل التدريب متانشن مش بيعمل المجهود بتاعه لا ياسر ابراهيم طول الوقت محافظ على مستوى ثابت وعشان كده يستحق فعلا يكون رجل المباراة زي ما كمان في حاجة مهم نقولها فكرة ان انت تبص بالخطوة اللي انت فيها مستر بيتسو مسماني عنده حاجة مهمة جدا يا اسامة لما كان بيتكلم وتقاله ان مستر باتشيكو اتكلم في تصريح ان هو هنشوف المرة دي في النهائي مين هيكسب كان رد رد بسيط جدا قال انا ما بفكرش في الكلام ده ما عنديش رد عليه انا بفكر في المباراة الجاية عشان حظوظي وعشان اقدر اوصل للمباراة النهاية نهارده مستر بيتسو بياخد خطوة مهمة في الوقت اللي مستر باتشيكو ما بقاش موجود فيه وده اختلاف عقلية المدرب اللي من اختلاف عقلية النادي مش هيبعد كتير خلينا نرجع للمباراة عندنا تعقيب بس نعاني تعقيب على اتنين لعبة قبل ما ندخل في ازمة الجماهير بعض الجماهير لحضرة نهارده تعقيب على ايمن اشرف وحظو ساق جدا مع حكم المباراة الحكم تقريبا شايل من ايمن اشرف من ايام مباراة النجم الساحلي طردوا بدون وجع حق في مباراة النجم الساحلي والنهارده مسر ان هو يديله انذار وطالع هديك انذار يعني هديك انذار فاتمنى ايمن اشرف لا اتمنى ياخد بالهم الحكم ده بعد كده النقطة التانية اللي حابة اتكلم فيها يا محمد شريف محمد شريف النهارده اتعرض لوقع صعبة جدا انا من وجهة نظري بقول لمحمد شريف اوعى تلعب بالحماس وانت بتحس اي احساس بالاصابة الاحترافية الشديدة لو انت عندك اي احساس ان انت مسليم لازم تكون امين جدا مع الجهاز الطبي وتقول انا مش هقدر ما تشغلش بالك بفكرة ان انا بقاتل على ان اتواجد اساسي في التشكيل وان انا جايب جول ودي فرصتي ان انا اثبت وجودي اثبت وجودك وانت سليم افضل بكتير الحمد لله النهارده نطمن الناس الاصابة بعيدة عن الرجبة والموضوع في العضلة لكن دي كانت رسالة مهمة جدا مش بس لمحمد شريف اللي سجل هدف جميل النهارده لكل اللاعبين في النادي الاهلي موضوع التذاكر يا اسامة هناخده في عجالة عشان كمان عندنا حاجات مهمة جدا النادي الاهلي بس محتاجين نؤكد انه دايما بيحافظ على حقوقه نادي فيتا كلاب اعلن على صفحته انه هو حيلعب المباراة بحضور جماهير حتى طبع التذاكر ونشرها كان النادي الاهلي احتراما لدايما للوائح وارساء قواعد بعد كده يحتكم اليها بعت للكاف اعترض على المشهد ده اسامة وكان النادي الاهلي عنده موقف واضح انا اهمني جدا ان احنا نتكلم في النقطة ده فارس بعد الفوزلي لان لازم نبقى عارفين وهنا من موقعنا هذا في قناة النادي الاهلي ان احنا هنا بنحاول نبحث عن حقوق النادي الاهلي ايا كانت نتيجة المباراة البعض يقول انت فزت خلاص ما تتكلمش لا النادي الاهلي كان واضح واضح جدا في البيان اللي صدر من النادي الاهلي قبل المباراة ودي حاجة لازم نصني على ادارة النادي الاهلي طبعا لان هي فكرة المشهد الاستباقي طلع تصريحات ان فيه جماهير فبالتالي انا بستطلع بيان البيان ده منع حاجات كتير جدا كان ممكن فيتا كلوب يا فارس تحضر جماهير ونبقى بنعاني دايما لان برضو حضرنا امام سينبا 25 ل30 الف متفرج فاعتقد دي خطوة مهمة جدا وكان مهمة جدا واحنا فايزين نتكلم ونأكد على الكاف عاوزين المسابقة تكون فيها تكافؤ فرص على جميع المستويات فبالتالي النادي الاهلي لعب مباراةين على الارض بدون جماهير تلعب كل المباراة بدون جماهير بالزبط معلق المباراة معلق المباراة في حاجات لما بنتناولها بنكون دايما عندنا فكرة مختلفة فيها جمهور النادي الاهلي مش هو ابدا الجمهور اللي هيتكلم في معلق يكسبوا او يخسروا جمهور النادي الاهلي اكبر من كده اوي واكبر من ان حد يتناول الموضوع في الاطار ده بس جمهور النادي الاهلي اللي دلوقتي كمان بيشوف ان واحد زي عصام الشوالي رغم انه هو كليه اضرب يا بدري ورجعنا بقى القضية ممكن جمهور النادي الاهلي بيؤمن بالشكل ده من التنافس والشكل ده إن المعلق يدي المباراة حيسيتها ويديها اللحظة اللي هي محتاج أنت تحسها كمشجع ولكن جمهور النادي الأهلي بيفرس كويس أوي البعض اللي بيكون عنده موقف من النادي الأهلي وبيجي يا أسامة البعض ده يكلمك في فكرة تانية خالص وهي إن أنا إيه مشكلتي مع جمهور النادي الأهلي أو إيه الفكرة إنه جمهور النادي الأهلي واخد موقف مني ويبدو ليك إن جمهور النادي الأهلي متحامل على شخص وده عمره ما حصل جمهور النادي الأهلي طول عمره بيكون عنده موقف شفت الموضوع إزاي أسامة وشفت جمهور النادي الأهلي كان واخد الأمور في شكل أزيد من حجمه ولا جمهور النادي الأهلي كان بوصر رسالة بص هو الحقيقة خلينا أتكلم عن الكابتن أحمد الطيب ما قبل 2014-2015 وما بعد 2014-2015 أنا واحد من الناس يعني أنا بقول الكابتن أحمد الطيب معلق موهو خلاص موضوع منتاي ومش بنتعرض للنقطة دي خلاص ولكن تصرفات الكابتن أحمد الطيب أو تصريحات الكابتن أحمد الطيب قبل 2014-2015 كانت تصريحات بتمنح الفريق حقه النادي الأهلي في 2012 أنا لا أنسى الأرض لا تنسى جباه الساجدين والليلا ينسى أنين العاشقين واليابان تسأل أين الأهلي الآن وحاجات كثيرة جداً لها الكابتن أحمد الطيب لكن من الواضح أنه كان منتظر صدى جماهيري واسع من جماهير النادي الأهلي والحقيقة جماهير النادي الأهلي زي اللعب الموهوب مهما تقول فيه هو عنده إحساس أنه موهوب أنا نادي البطلات أنا النادي الأول في أفريقيا فأي حد لازم هيقول كده هو بيقول الواقع والحقيقة لكن الطريق السهل إيه؟ أروح لجماهير أندية أخرى أندية أخرى نفسها تصدق أن هي البطل الحقيقي أنها تكون رقم واحد فأقول أشعار فيحصل الوهج أو التوهج حوالين المعلق فبقت السكة سهلة نسيب بقى موضوع النادي الأهلي اللي مش هيجيب لنا أي ردود أفعال ونروح لجماهير أندية أخرى تجيب لنا ردود أفعال فبالتالي كان من حق جماهير النادي الأهلي إنها تعترض ولكن بينسبورت ما أقدرتش رغبة جماهير النادي الأهلي اللي تصدروا تويتر فيه تعقيب أو هاشتاج بيرفضوا فيه تعليق الكابتن أحمد الطيب طب هل إحنا أو جماهير النادي الأهلي متجنية على الكابتن أحمد الطيب ده سؤال ورد جدا يطرحه أصلا الكابتن أحمد الطيب لكن الحقيقة هيكون الرد من زميل أو مقدم برامج تونسي في قناة قطرية وبيوجه كلام للكابتن أحمد الطيب نسمعه جدا لأن الكلام ده مهم جدا نشوف الفيديو أحمد الطيب حتى تكون الأمور يعني هو غير محايد تماما يعني مع الأهلي المصري حتى تكون الأمور واضحة أو محايد نمشيوا مجاشرة لا محايد أو مش محايد أنا ليه موقف بشوفه أنا بقوله ده المين أو الشلي مين ده موضوع ده لا هي انت خارج بس بس هيك باختصار انت خارج من مكانك عشان تلب الكرة انت ملعبتهاش جيت في خط المصار بتاعي على التلطيني ضرب الجزاء مقدم تونسي في قناة قطرية في برنامج دائم استضافة الكابتن أحمد الطيب أو الكابتن أحمد الطيب بيعمل فيه وبيقوله انت دايما لك مواقف ضد النادي الأهلي إذن اللي بيصل النادي الأهلي من الكابتن أحمد الطيب ليس من فراغ ده مش كده وبس ده أعتقد عندنا كمان ما يؤكد ان جماهير النادي الأهلي كانت على حق وإدارة بينسبورت لازم تلتفت لرغبة جماهير النادي الأهلي لأنه بيخسر جماهير النادي الأهلي صدقني بيخسر كتير ما هي الفكرة دلوقتي محاولة إصلاح ما تم إفساده هل ما تم إفساده فعلا سهل جدا إصلاحه ولا الأمور كانت تجاوزت ده وعلى فكرة كابتن أحمد طيب دايما بيتناول الموضوع في إطار فيه شكل من أشكال المغالطات وهو أنا تحداك في مرة خدت موقف وبيكون الكلام غير مباشر والكلام دايما بيكون بيحاول ينتصر إلى طرف على حساب طرف حقك تعمل ده بس من اللي مش فاهمينه بعد ما تعمل ده يبقى فيه التشبس ده بأن انت ترجع تعلق على النادي الأهلي وكلنا عارفين المساعي اللي بوزلت من كابتن أحمد الطيب عشان يعلق على المباراة نشوف رأي كابتن أحمد الطيب في اللي بانا مصر كان إيه قول اللي بانا مصر كان في الأصل زم الكاوي جات منين؟ الرجل العظيم اسمه علي زيور معلق كبير أهلاوي حتى نخاع لما كان يزعمتش ليالي الحسن شحات أو علي خليل كان يقول له zac سلام علي الحلاوه يعاني علي حلاوه يبي زمالك عنده اللعبة بتقدم إيه؟ الحلاوه صliner ولما في مطر بشيرس و محمد طه غنيالي بانا مصر كان في الأصل حلواني وبأن الحلاوه زم الكوية 코 بانا مصر كان في الأصل زم الكاوي ايه القضية يعني؟ وبما ان الحلاوه زم الكوية وبما ان اللي بانا مصر كان في الأصل صلى حلواني يبقى اللي بانا مصر كان في الأصل زم الكاوي يا حلاوة يا حلاوة هو فعلا يا حلاوة لأن مستنتاج قد يكون طريف ونسميه طريف لأن احنا بننطقي هنا في قناة النادي الأهلي ألفظنا ولكن انت هنا خدت الموضوع في إطار ممكن تطلع تعبر والدافع بالعكس هقول ان ده انتمائك أو ان انت بتشوف ان ده شكل من أشكال حقك ورأيك لحد هنا جمهور النادي الأهلي حيصنفك كمعلق منتمي بيميل لفريق شايف ان مصر في الأساس زم الكاوية أو المتعة فيها زم الكاوية ويحطه في إطار ان انت شخص زم الكاوي نقطة وقفنا انما هل الموضوع وقف عند كده أحمد ولا لاح راح لخطوة أبعد بكتير قوي من فكرة اللي بانا مصر كمئية طبعا احنا عايزين نحتفظ بحلم الكالف الفكرية للفنان مظهر طبعا على فكرة يا حلاوة دي لكن الحقيقة الكابتن أحمد طيب وده اللي احنا قلناه بيكون ليه طبعا تويتات بالتأكيد فيها استفزاز كبير جدا لجمهارينا داه لو استعرضنا واحدة منها اعتقد الكابتن أحمد طيب محتاجي راجع نفسه كتير اذا حب ان هو يعرف السبب وان كنت اظن يعني ان هو عارف كواس قوي ازاي يستفز جمهارينا داه هنا بيتكلم بيقول نتكلم جد شوية حلوة جدا نتكلم جد شوية دي لو فاز الزم الك بابطال أفريقيا هيتعامل تمثال لمرتدى منصور في مدخل النادي تمام طب لو خسر الاهل أفريقيا ها يختفي بيبه اداريا الى الابد وجهة نظر طب لو خسر الزم الك بابطال أفريقيا فهي مؤمرة معروف أطرفها ولو فاز الاهل بابطال أفريقيا ستكون التسعة لا نرجع لنا كده لان هنا الموضوع يعني ايه مؤمرة معروف أطرفها بالضبط يعني ايه يعني هو الزم الك المفترض ان هو يفوز ببطال أفريقيا فكرة ان انت تبقى عايش على التصرحات اللي بتقولها في قنوات اخرى ان فرص الزم الك 70-30 هي فكرة من نسج خيالك وانت حر تماما فيها لكن فكرة ان انت يكون مباراة طرفها النادي الاهلي وتقول اذا خسر فيها الزم الك فهي مؤمرة فانت هنا بتشير بالتهامات للنادي الاهلي اعتقد هدف مجد أفشا وهدف عمر السلية وصل لك الرسالة انها لم تكن مؤمرة الا اذا اعتبرنا ان المتآمر هو مجد أفشا مش دو بس التويتا اللي كتبها الكابتن احمد الطيب لا كمان تويتا ايضا اخرى كتبها بيوضح دايما ان فيه مشكلة وفيه مؤمرة كونية واقعة على اي حد منتمي لنادي الزم الك حتى لو كان حارس المرمى جنش قال لانه جنش زبحوا جنش ولما كان حسام غالي زبحوا اسامة نبيه اعتقد يعني الكابتن حسام غالي هو اللي خرج من المنتخب واعتقد ان الكابتن اسامة نبيه كمل المسيرة مع كوبر لغاية ما وصل كأس العالم الاندية صحيح انتهى بالمطاف حاليا ان هو مساعد باترس كارتيرون العائد للزمالك بعد رحلة في السعودية ولكن في النهاية حسامة نبيه كمل المسيرة مع المنتخب وحسام غالي رفض ان هو ينحني عشان يروح يمس المصر في كأس العالم اي لاعب ممكن وقتها يعتذر حسام غالي لانه مغلطش بص بقى البراعة في سياغة المغلطات يعني بص التعميم في ان هو بيقفلها عليك خالص زي ما انت قلت افريقيا في كل الاحوال حتاخدها بقت مؤامرة فسلبك اي مجهود ليها وظن وتخيل في خياله ولو للحظة ان كابتن محمود الخطيب ممكن جمهور النادي الاهلي يقيمه بالشكل ده وكانت اماني البعض اللي الحمد لله ربنا كافئ المكتعد عليها بس كمان لو اتكلمنا في موقف عام نعم اعدي القصة بتاعة الكابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب قدم رسالة وبنشكر القانون اللي اعاد للكابتن محمود الخطيب حقوقه والاعاد الثقة لكل شباب مصر ان النموذج المشرف اللي المفروض ننتهجه او شبابنا يقتضوا به هو الكابتن محمود الخطيب واترفه عن الازى واستخدام القانون في جلب الحقوق فبنشكر القانون المصري انه اعاد الكابتن محمود الخطيب حقه طبعا يا أسامة والشباب اللي كان دايما بيقولك احنا لازم ناخد موقف لازم نصعد اكتر من كده وكان راهنا ان فيه الية هي في النهاية اللي حتخليك تاخد حقك بشكلك مش بشكل غيرك وده اللي كان دايما بقوله كابتن محمود الخطيب وزي ما قلنا ان النادي الاهلي انتصر وليس بمؤامرة كما صنف الكلام بتاع كابتن أحمد الطيب وزي ما أسامة وضح لكم ان المغلطة في صياغة موقف كابتن أسامة نبيه وكابتن حسام غالي تعالوا نشوف حتى التقييم الفردي للاعبين بحجم محمد الشناوي في وقت ما كنا محتاجين ندعم ونكبر في حارس مصر اللي فعلا حاليا اصبح حارس مصر الاول كان كابتن أحمد الطيب بيعمل معاه ايه عشان الناس ما تنساش وتعتقد ان جمهور النادي الاهلي ولو للحظة هو جمهور بيغالي او عنده عقدة الاضطهاد وعمرنا ما كنا كده لان النادي الاهلي جمهوره بياخد مواقف الكلام كان مبروك التأهل لأمم أفريقيا كويس ولكن عجبته لك يا زمن الحارس الدولي محمد الشناوي امكانياته كبيرة حلوة اوي كالترخيرة ولكنه يلعب ماتش كويس يبقى لازم يلعب الماتش اللي بعده لان في الكورة الحارس اللي ماشي كويس لازم يستمر الشناوي يتهجم على الحكم ويحاول اللي الاعتداء عليه وادارة الاهلي تعاقبه تمام ده شيء طبيعي في اطار طربوي على سلوكه بعدها مع المنتخب يلعب عشان ما يتأثرش بالواقع ايه علاقة ده في اطار لعبة اللعبة يعتارد فيها والنادي الاهلي بيتكلم معاه لا هو هنا خدها لموقف ان المنتخب بيجامله بيجي بقى بيقول ايه عشان يلعب عشان ما يتأثرش بالواقع الفضيحة اللي ممكن تخلص عليه للدرجات دي كمان بيقول بقى سمال ادها من ذلك ان يدخل هدف في مرمى من منتصف الملعب لا يدخل في طفل عمره 14 سنة ده كان الحارس اللي امكانياته كبيرة من شوية بعدها يشارك مع المنتخب عشان ما نقضيش عليه مصخرة والله العظيم وتكلمنا عن روح المنافسة بين اللاعبين سلاسة اخطاء في مواقف تبطل اي حارس فنيا وزهنيا واخلاقيا كابتن احمد الطيب كالعادة بيحاول يصيق كلامه ببراعة اقفلها لك ضبه ومفتاح اللي عمله الشناوي فنيا خلاص امره منتهي لو حتيجي تقول فنيا بس هو اخلاقيا قالك امره منتهي حتى ذهنيا هل المعلق اللي تكلم عن لعب النادي الاهلي وبطلات النادي الاهلي بالشكل ده لما ينطفد جمهور النادي الاهلي لرفض ان هو يعلق على مباراتهم يبقى فيه اي نوع من انواع المزايدة الترند كان رقم واحد على مستوى مصر لان جمهور النادي الاهلي كان بيوصل رسالة قوية جدا اقفر حنين بالفوز بس كان لازم نقف ونرصخ لفكرة ان جمهور النادي الاهلي لا يغالي في شيء ولكنه يسجل مواقف وفقا لمعطيات منطقية جدا 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 انا حابب اوصل رسالة لادارة قنوات بينيس بورد الحقيقة النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي مستقى بشكل كبير جدا من اختيارات المعلقين لمباريات النادي الاهلي واعتقد لازم ادارة بينيس بورد تحط في اعتبارها رغبة او رغبات جمهور النادي الاهلي اللي اعتقد واضحة بشكل كبير جدا والحقيقة تم استبعاد قبل كده المعلق الكابتن احمد عبدو طبعا كان منتمي للنادي الاهلي في فترة منو الجوزي عشان قال كل الشامتين بنقافيكم في مباراة ساندونز ومن وقتها ما شفناش الكابتن احمد عبدو فنرجو من ادارة قنوات بينيس بورد تركش شوية مع جماهير النادي الاهلي طبعا دي كانت مباراة فيتا كلوب اللي النادي الاهلي فاس فيها بسلسية وطبعا هنروح بقى ونرجع للدوري المحلي وعندنا طبعا فقرة فار روم عندنا تصرحات مهمة جدا عن مباراة الاسماعيلي او الاهلي والاسماعيلي وفوز النادي الاهلي وكان البعض زي الاستاذ علاء وحيد اللي دايما من ايام القناة الرابعة وهو عنده مشكلة في تصرحاته ويمكن احنا هنا في القناة ومن خلال البرنامج ده قلنا يا جماعة احنا بنحترم كل الاندية الجمهرية وبنمد ايدينا بصفحات جديدة مع الجميع ولكن الاستاذ علاء وحيد مصر ان هو يقضنا لمنطقة احنا مش هنروحها لان احنا هنا بنتكلم بهدوء وبالعقل وبالحجة وكمان اسانيد وادلة نشوف تصريح علاء وحيد عشان نرجع نعق النهاردة الاسماعيلي ظلم اخضع يعني ضرب الجزاء مليون في اولا كانوا اثنين محدش خد بالو من انتشاد شكرا جيب من التشيرت في الشيط الاول لا الفار ولا الحكم رجعوها ومن الكرة التانية حكم الفار رجعها وشفناها وحقول لحضرتك ليه احنا ضرب الجزاء وضرب الجزاء مليون في المئة سليمة نفس الموقف في المباراة الاسماعيلي والزمالي في الموسم الماضي كان احمد عيد عمل نفس التصرف مع احمد بلبولي وكان الكابتل ابراهيم نور الدين هو حكم الفار ورجع حكم المباراة في القرار وخلاه يحتسبها موضوع الاخطاء التحكيم ده بقى موضوع قديم قوي بيتمولة صعبة جدا يعني معقول معقول هي المباراة كان قطع تحكيمي هو اللي حسم النتيجة لصالح النادي الاهلي يعني هل ده طبيعي؟ انا اساسا مندهش جدا ازاي حكم الفار يستدعي حكم الساحة في كرة قالب به ما فيهاش اي حاجة خالص محمد هاني ما عملش اي حاجة تشير لا من قريب ولا من بعيد او حتى فيها اي شك لكن الحقيقة يمكن ده وجهة نظرنا لكن احنا عندنا وجهات نظر اخرى عندنا وجهات نظر تحكيمية ما تخليش الموضوع خاضع للمرة اللي فاتت بنلعب فين والمرة دي بنتكلم في تحكيم ونرجع نقول التعصب بيجي منين لما يكون فيه قرار تحكيمي الجميع الخبراء تقريبا اجمع عليه هنا الاجتهاد بيسبب حاجة واحدة بس بيسبب مشاكل وبيسبب مظلومية اصلا ما لهاش محل لما نشوف تصريح او تحليل كابتن سمير عاصمان نطلع ونشوفه ونرجع نعقل عندنا لعبة مهمة جدا جدا كل نادي اسماعيلي بيتكلموا عليها هل هنا فيه راكلة جزاء ولا لا هنا هتلاقي فيه لعيب نادي اسماعيلي بيحاول يعدي لعيب النادي الاهلي ما عملش اي حرقة اضافية الحاجة الوحيدة انه رفع ايده الشمال بس الايد الشمال دي ما كانتش لها اي تأثير حكم المبراء ابراهيم كان قريب منها جدا احنا وقفنا شوفنا حكم الفار محمد الصباحي استدعى وفضل راجع مع القرى بس هو محمد الصباحي شايف القرى من ابراهيم شايف القرى من الاول لا تستدعى فيها خطأ كان قرار سليم انه يكمل فيها ولا توجد فيها ركل الجزاء طب المطلوب من حكم الفيديو لو ما عندكش صورة واضحة تقدر تبين لك اللي احتكاك ما تجيبهاش ما تجيبش الحكم انت جبت الحكم هتورده الصورة اللي هشايفنا دي الصورة دي مش مبينة انما ايه الحاجة الوحيدة اللي تديلك سابورت الحكم الحكم كان قريب وما فيش اي لعبة اضافية عملها لعيب نادي الاهلي كابتن سمير مش بس حل للعبة ده ازال كل الشكوك وده درس للبعض في طريقة التعامل زي ما انت شرحت عسامة معلابة كان اصلا مفترض تحصل ازاي هنا محاولة والاسرار على فكرة المظلومية والاسرار على وجود اخطاء تحكمية مش هي كانت السبب اطلاقا مش هي اللي خسرتك المباراة اعتقد ده اللي فعلا بيعطل النادي الاسماعيلي والاستراتيجية اللي البعض محتاج يتخلص منها ويشلها من دماغه عشان خاطر فعلا يقدر يعرف عيوبه ومشاكله فين فيطور من النادي الاسماعيلي اللي اتمنى نشوفه في موضع افضل ولكن عشان ده يحصل البعض محتاج يغير من عقليته كتير جدا ومحتاج يبطل بقى يعني اللعب على مشاعر الجماهير خلينا نواجه مرة مشاكلنا ونحلها ده طبعا تصريحات أستاذ علاء وحيد واعتقد نقطة مهمة جدا لحكام الفار لو ما عندكش زاوية توضح ان الكرة تختلف عن قرار الحكم يا ريت ما تستطيعش الحكم بس عشان نكون واضحين نروح لأحد رموز النادي الاسماعيلي حتى لو كان حديث السن الكابتن حسن عبد الربو لانه برضو كان له رأي اخر مختلف هنسمعه عشان نرجع نعاقب كابتن حسن الاسماعيلي النهاردة اتظلم تحكميا الكرة تحت حسين السايد دي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء لأ بص دي ببقى فيها تقدير من الحكم فيها من الحكم لو للأهلك هتمنكن تتحسب لو للأهلك هتتحسب لو للأهلك وفيها سك تتحسب طلبة للاسماعيلي وفيها سك ما تتحسبش آه ليه لان انت عارف الاعلام هتبقى ضد الحكم والأمور وبيبقى تحت ضغوطات إنما هيقول لكم قولي إسماعيلي على قد إسماعيلي على قد نفس مش هتتكلم مش هتجني فهو بالتالي بيحسبها ممكن بيحسبها بالضغوطات اللي بتبقى عليه هو ليه اتجاه آخر أنا قلت لكابتن حسن عبد الرب أيوا اتجاه آخر اتجاه آخر عنوانه لو للأهلي هتتحسب هو عارف إنها مش راكل الجزاء لكن هو عايزها لو هي للأهلي تتحسب يمكن استعرضنا قبل كده ناس كتير قالت لو للأهلي تحسبت وردنا عليهم رد أعتقد أبطل النقطة دي تماما ردنا عليهم رد أبطل النقطة دي تماما يوسامة ولو نفتكر إحنا في فقرة قبل كده تناولنا كابتن حسن عبد الرب اللي كان بينتقد النادي الأهلي إداريا وقتها وقلنا الوقت تعلمك بس أعتقد يا كابتن حسن إنك ما زلت ما تعلمتش لأنك بدأت كمان تتكلم بشكل واضح عن إن النادي الأهلي كان حيجامل وجمهور الإسماعيلي وتقال الموضوع حيعدي بس تعال الرد عليك بالمنطق وبهدوء ومش بكلام فيه إساءة لنادي الإسماعيلي زي ما في رأيي أنت أسأت للنادي الأهلي بشكل غير مباشر جدا في الكلام اللي أنت قلته ده نطلع ونشوف الموسم اللي فات النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي ورقلت جزاء واضحة للنادي الأهلي لم تحتسب نشوف اللعبة نجي هنا نشوف الكرة هنكون لفحكتين لو الكرة جات في جسمي وبعد كده راحت لإيدي يستمر اللعبة ما فيش حاجة احنا هنا عندنا مبدئيا القرة جات في الجسم وقد تكون جات في إيد بس أنا شايفة أنا ما جاتش في إيد أصلا 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 يعني باللعبة دي بالفيديو اللي ناس شافوه في غرفة الفيديو ما فيش جات في الجسم نفترض حتى لو جات في إيده حتى لو جات في إيده وهي جاي من جسمي جاي من راسي من إيديا من بطني ما فيش راك الجزاء طبعا هنا حكم الفيديو نادى عشور هنا كان حكم الفيديو الكرر صح عشور طلع شافها وصمم على قرار عشور خلاص من وجهة نظر هو محمود يتحمل القرار بتاع بس لو كان النادي الاهلي كانت اتحسبت له على فكرة ده النادي الاهلي والله النادي الاهلي وكمان الخطأ المركب ان كابتن محمود عشور حكم الساحة اللي شاف اللعبة بالشكل ده وكان ده قراره هو هو اللي بعد كده لما كان حكم فيديو قد قرار مغاير تماما وكان بيحتسب ما احتسبش اللعبة دي بنفس التكنيك ولكن كان القرار متناقض يعني حتى لو افترضنا ان الحكم هنا كان عنده قناعة فنية هو اصلا رجع خلفها فيما بعد على مستوى القرار يعني مش النادي الاهلي اللي بيتجامل يا كابتن حسني ومش لو كان النادي الاهلي كانت اتحسبت له مزيد من الهدوء عشان حضرتك تقدم نفسك كشخص يقدر يفيد النادي الاسماعيلي لو حابب تعمل ده قلنا لكم قبل كده ناس قبل كابتن حسني عبد الربو قالك لو للاهلي وردنا عليهم اعتقد ده رد واضح الكرة ما فيهاش اي راكل الجزاء وتحسبت على النادي الاهلي بس برضو النادي الاهلي فاز 3-0 لان راكل الجزاء دي لم تعرف طريق المرمى اعتقد وضحنا بشكل كبير جدا ان لو للاهلي الاهلي بيحصل معاه ايه نطلع فاصل واستنونا وفقرة مهمة جدا بعد الفاصل رجعنا لكم والاهلي خط احمر ورمونتا ده بقى مهمة جدا كابتن متحة شلبي بداية الضيوف معانا لان كابتن متحة شلبي كالعادة بيتطوع ان هو يخرج منه اشياء ويرجع بعد كده يشوف الوضع هيكون ايه نشوف الفيديو ده كابتن متحة شلبي قال عليه ايه ونرجع نعقى انه الكابتن محمد الصباحي مش هيقول لكابتن مريم نور الدين دي ضرب الجزاء ولا مش ضرب الجزاء هيقول له تعالى شوف بنفسك وقلت السبب انه الكابتن الصباحي اللي هو حكم الفيديو مش هيشيل الليلة لان له ضرب الجزاء وهو قال ضرب الجزاء على الاهلي هيبقى هو اللي شال الليلة لان بير مريم نور الدين في الموقف ده مش هيبان قدام الناس ان هو راح للمونوتريبوس هو اخد القرار من حكم الفيديو فانا صورت للناس انه حكم الفيديو هرب من تقييم الموقف خشيتان ان هي تبقى ضرب الجزاء لها طبعا انا كنت يعني دائف فيه والله وهي دعابة في الاول وفي الاخر لا اقصد بها شيء على الاطلاق انا عرفت ان الكابتن محمد صباحي اخد على خطره انا بعتذر له اذا كنت تسببت له يعني في اي حاجة انا مقصدش اطلاقا القصد الوحيد ان انا كنت بعمل دعابة لا اكثر ولا قرار مقصد كابتن محمد الصباحي ودعابة والهزار بينك وبينه ده شأن يخصك يقبله او ما يقبلوش انما فكرة يشيل الليلة هي اللعبة اللي تخص النادي الاقلي مش تقمع عشان يشيل الليلة والنوعية دي من الاسقطات هي اللي بتعمل مشاكل بعد كده يوسي مقا انا عايزين نسمع اصلا الكابتن متحد شلبي قال ايه لان انا ما عنديش مشكلة خالص انت تعتذر للكابتن الصباحي ده على عيني ولا راسي لكن لما انت تقول ان الحكم يشيل الليلة فانت هنا بتشير ان الحكم خايف من جمهارية النادي الاهلي او من قوة النادي الاهلي فبالتالي يقدر ان هو يجامل او ما يجاملش النادي الاهلي مفيش حاجة اسمها حكم يشيل الليلة حكم يشيل الليلة لما يكون حكم مخطق مش حكم بيجامل نشوف اصلا تعقيب الكابتن متحد شلبي اثناء راكلة الجزاء الصحيحة اللي احتسبت لصالح محمد شريف محمد بجدي حط ايده على الحزاء عشان يفرمله ولا شريف وقع وده احساس انه اداس عليه القرار مش هيبقى عند الصباحي وانا بقول لكم ان دلوقتي هو القرار هيبقى مع الراجل اللي قدامنا ده الصباحي عمال يعيد ويزيد فيها وفي الاخر هيقول لابراهيم روح شي لغاية دلوقتي منتظرين وزي ما قلنا التطويل برضو مش مطلوب اوي في حكاية الفار الراجل عرق درجان يوفيتش لانه لغاية الديئة 69 ماشي كويس الحقيقة لكن زي ما كنت بكلم حضراتكم المباراة دي تخلص بضربة سابتة كورنر فاول ضرب الجزاء اه هيعمل ايه بقى ادى ايه ادى ضرب الجزاء والله الصباحي كده ارتدى ثوب الشجاع حاكم الفيديو ودى القرار لابراهيم نور الدين وقال له ما تجيش تشوف انا موجود ادي الكورة اه يعني انا دي مش هحكم عليها اطلاقا هنسيبها طبعا لمحكمنا النهاردة اللي هيدينا الحالات اعتقد ثوب الشجاعة ده يا كابتن متحد في مباراة ما يكونش فيها اتشارة الاحمر موجود في الملعب ده احنا بنطالب اي حكم يكون موجود سواء في الساحة او على تقنية الفار انه يرتدي ثوب الشجاعة ويمنح اي فريق حقه في الملعب ده احنا اللي بنطالب بده ولو حد متضرر من التحكيم فهو النادي الاهلي اللي فقط ست نقاط بسبب التحكيم ويا كابتن متحد مش كل مرة هنطلع في تعليق على المباراة ونقول انا برمي افه وكنت قاصد ادعي بحسين السيد مع شيكبالة برغم ان انت المفترك كان تعقيبك ان ازاي شيكبالة يضرب حسين السيد وترجع تعتذر نتمنى يا كابتن متحد ما يكونش فيه تكرار تاني لفكرة الافهات نروح لموضوع التالت افرس موضوع الافهات بتاعت مورجان مؤثر جدا مع كابتن متحد ما يكمل معاه ولكن يمكن برضو في حاجات كانت على سبيل الافه كابتن خالد الغندور اللي بيتكلم عن اصابة علي معلول تمام انا ما عنديش مشكلة ان اي حد يتناول اي حاجة لان ده طالما في اطار المعلومة او الخبر ده طبيعي وفكرة المنافسة هي قائمة ان بعلق على الانديا ده برضو انا بشوفش فيه اي غضادة ولكن لما علق هتكلم واقول ايه نشوف كابتن خالد الغندور قال ايه على اصابة علي معلول ونرجع نعقب تعقيد مهم جدا نرجع تاني للنادي الاهلي اللي بيغيب عنه علي معلول واللي كان مستاء جدا وزعلان جدا وسافر طبعا خاتب اسبورو سافر عشان يتعالج في تونس ويقعد فترة التوقف بتاعت منتخبات افريقيا للتصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية في تونس وابلغ الكلام ده للجهاز الفني والاداري وكابت المحمود الخطيب فتح تحقيق في هذا الموضوع ان يعني ازاي علي معلول بعد كل الوقت بعد كأس العالم الانديا يقعد يتعالج يتعالج وبعد كده يا جماعة تخيلوا نزل الملعب واصيب مرة اخرى يروح يعمل اشاعة يكتشف ان عنده تمزق 3 ملي خرجنا من اطار المعلومات الخبرية اللي في الاول معلول حيروح فين ووضع صبته ايه لفكرة مناقشة حاجات داخل النادي الاهلي اصلا لم يعلم ان هي اذا كانت حدست بالشكل ده او لا وهنا الاجتهاد بشكل فيه تصدير ازمة وفيه ان مشاكل طبية لللاعبين وفيه دايما محاولة التربص بالنادي الاهلي كما اعتاد كابتن خالد الغندور ولكن دايما بتيجي الردود صعبة جدا بص هو احنا دايما الكابتن خالد الغندور من حظه انه دايما بيلاقي الردود من برانة يعني لو احنا اللي بنرد هيبقى الامر اصعب انتمرس اه فنطلع نشوف تعقيب طبيب المنتخب التونسي على اصابة علي معلول اللي الكابتن خالد الغندور بيتكلم عنها انها اثارت ازمة في النادي الاهلي وان كابتن محمود الخطيب فتحت حقيق بسببه نشوف الفيديو هل هي كان فيه اصابة اخرى وزادت ولا هي الاصابة الاولى وده المعادة الطبيعي لها هي اصابة الاولى هي رجعت بس ما رجعت بالطريقة اللي كانت عليها الاولى رجعت شوية خلاص ومش مليك تبتشي خطورة لما تبتشيش معلنا انها تتربت بوقت اكثر من اللي هل حضركة فانم كنت متواصل مع الجهاز الطبي للنادي الاهلي ايه وهو كله اتفاق بيني وبين جهاز النادي الاهلي ايه هو دي كان فيه معنا اتصال على اساس ان انا في معسكر منتخب التونسي حيصير من يوم 19 والذي قررنا احنا بناديه وقمنا نجده ونكمل العلاج اللي بيجنونه في النادي الاهلي وان شاء الله باسة بيع اخرين يكون علي معلوم الموجود يعني معنى كلام حضرتك ان حضراتكم فيه تواصل بين حضرتك وجهاز النادي الاهلي وانتو ماشيين على برنامج واحد يعني لا يوجد اي تقصير يعني هو بلاكس احنا اسمنا توقم على جملة المعلوم معنى التاقم المصري والتاقم التونسي هاي اللي يجينا اللي ينتمي إلى المنتخب والنوادي احنا دائما باتصال بدون اصابات معنى باسم امان على صحة الاهدي وليما تكون في اصابات اصابات معنى نتناكش بينا حتى على تريقة العلاج وكي سمعنى تصير الحالة هل حضراتكم اللي فضلتوا ان عالي يكمل العلاج هناك والعالي اللي فضل ان هو يكون موجود ويكمل العلاج مع المنتخب ولا هو اقتراح واتفاق بينه وبين تبديل نجل الاهلي لان عالي المعلوم في تلك الحالة تاين سيأتي الى المعاكسة اللي حي سيكون معنا في تونس يوم 19 وده قررنا بما انه معناها بلاج العلاج احنا اخد ناصر العلاج اللي قاعد يقوم به في المصر ناصر بي في تونس بيحل الله مفيش مشكلة معناها بينناتنا اتصالات ويارجع المصر كريم ان شاء الله اعتقد الراجل جاوب على كل الاسئلة اللي سألها الكابتن سيف اللي تقريبا كان سمع الفيديو ده من حد من الاعداد تقريبا بعد هولو والكابتن سيف سأل كل الاسئلة اللي ترحها الكابتن خالد الغندور وواضح جدا ان الردود ان الامور ماشية بالتنصيق بين النادي واللعب بين الجهاز الطبي في النادي الاهلي والجهاز الطبي المنتخب تونس وان ده مش اول تنصيق بيتم والامر حتى في عدم موجود إصابات بيكون فيه تواصل بين الجهاز الطبي في النادي الاهلي والجهاز الطبي المنتخب تونس باعتبار ان علي معلول متواجد في النادي الاهلي فاعتقد الرد مش جاي من عندنا الرد جاي من عند الجهاز الطبي لمنتخب تونس فاعتقد كابتن خالد كده بقى عليه كتير للاهلي خط احمر نروح بقى للموضوع ده المرة الثالث قد اللي فات ده كان التاني ده المرة دي التالت وموضوع تقريبا هناخده سلاسية زي النهار ده كده التالتة تبتأ وده فعلا محتاج يكون سلاسية لان انا دايما بشوف ان كويس قوي ان يكون عندك بعض الناس اللي بتتحدث بلسان المنافس تؤمن ان مرة التحكيم مرة اتحاد الكورة مرة دعم ما مرة حنافية بتتقفل وبتتفتح مرة اسباب كتير جدا ملهاش علاقة بالسبب الرئيسي او السبب الحقيقي لمشاكلك بشوف ان ده بيفيدك جدا يا اسامة كمنافس وبيسحل عليك الموضوع وبيخليك تبعد كل البعد عن انك تعالج اسبابك الحقيقية احنا مع كل المغلطات المنطقية اللي بتطلع قلنا قبل كده رجل القش صحيح النهار ده في قلنا قبل كده الرنجة الحمرة بصراحة يعني شغالين على كل المغلطات المنطقية اللي ممكن تقابلوها في حياتكم ودي حاجة مهمة جدا وكويسة جدا واحنا فرحانين بيها اعتقد كده من كلام احمد عرفتم مين اللي معانا في المنتدى احمد عفيفي مفيش مشكلة ان انت تتكلم او تدي مسكنات لجمهورك ده شأن يخصك ولكن لما تبدأ تسقط الوضع اعلاميا عن نادي الاهلي وتتكلم ان مشكلة ما بين مدير فني ولاعب زي ما حصل مع كهرباء ومسيماني كان الاعلام له توجه فيها وهو انه تعامل مع الموقف بشكل مختلف تعالوا نشوف احمد عرفيفي قال ايه ونرجع نرد بالورقة والقلم مش بتكلامه المغلطات نشوف عايز اتكلم هنا بقى في كذا زاوية من زاوية العمل الصحفي والاعلامي زاوية رقم واحد الصح الصح ان لو عندك خبر تقوله مقياس الوحيد للتعامل معاك هو هل الخبر صح ولا غلط لكن الخبر ده هيؤدي الى توطر الاجواء مش مستحملة اه ما عايزين نلم الدنيا مش شغلك يا صحفي تقول الخبر ان شاء الله يعمل قنبلة ان شاء الله ان شاء الله يعمل زلزال وده المتعرف عليه في كل مكان في العالم انت دورك تقول الخبر بس الخبر يطلع صحيح ايه هي تبعات الخبر مش شغلتك مش خصتك مش موضوعك ما يخصكش ومحدش يقدر يحملك مسئولية اي تبعات لأي خبر مادام الخبر صحيح الاسقاط اللي سمعتو ده كان على ازمة كهرباء ومسيماني عفيفي تساءل ان الكلام من الصحافة والاعلام فيما يخص الازمة نفسها طلع بعدها فاول الموضوع ان كان فيه شكل من اشكال التكتم لمصلحة النادي الاهلي مع انه لو فكر للحظة يرجع مجموعة من الاخبار قبلها كان شاف ازاي الاعلام اللي بيتكتم عشان النادي الاهلي كان بيتناول الاخبار اللي بتقول كهرباء يسير ازمة في معسكر النادي الاهلي الاهلي لكهرباء ومشاكلك كترت وتتعارض مع قيم ومبادئ الاهلي كهرباء الفولت العالي الانصر المشترك فيه ازمات النادي الاهلي اذا ببساطة جدا وفي ثواني بسيطة جدا نفينا ان الاعلام ده او الصحافة دي عندهم اي شكل من اشكال يوسامة محاولة التكتم على اخبار تخص كهرباء لخدمة النادي الاهلي بس عندنا موقع خلينا اقول نقطة مهمة جدا انا باتفق تماما مع كل الكلام اللي قاله في الفيديو ده تحديدا لكن انا باختلف عن فكرة توصيفه للازمة دي انها بتخدم النادي الاهلي انا باتفق معاه ان الاعلامي من حقه ان هو يقول الخبر ايا كان تبعات الخبر لكن اللي حصل الحقيقة مع كهرباء هو كمان محاولة ايجاد اخبار مفبركة للإصارة ولكن احمد عفيفي ما كانش بيشوف ده وما كانش بيشوف غير ان التكتم حصل في مباراة الاهلي وطراء الجيش في غرفة الملابس لا الحقيقة الموضوع مع كهرباء والاعلام موضوع اعتقد واضح جدا للجميع وتعالى يا احمد نوريك فيديو لاسلام صادق وبيتكلم عن كهرباء وكمان بيكرر مصير كهرباء من وحي الخيال لكن الاتجاه الاقرب في حالة استمرار او داخل النادي الاهلي في حالة استمرار مشاكل محمود عبد المنعم الكهرباء الاستغناء عنه بنهاية الموسم تاني في حالة استمرار مشاكل محمود عبد المنعم كهرباء داخل النادي الأهلي هيتم الاستغناء عنه نهاية الموسيقى هو مراقبة محمود عبد المنعم كهرباء وتصرفاته خلال الفترة اللي جاية في حالة بقى استمرار المشاكل دي قد يتم الاستغناء عنه الاستغناء عنه بقى بالبيع بالإعارة دي طبعا مسؤولية المسؤولين داخل النادي الأهلي بنوضح أن احنا متفقين أن أنت من حقك طول الخبر لكن الكابتن إسلام صادق افتح له أي حلقة في أي يوم في أي وقت وهتلاقي دايما كلامه عن كهرباء يا كهرباء عمل المشكلة يا كهرباء عمل من شهر المشكلة وإحنا فكرينها النهاردة يا كهرباء هيعمل بعد شهر المشكلة وإحنا بنتوقعها له من النهاردة يا كهرباء بيتعقد مع يوسف أوباما يا كهرباء بيجيب لعب من زمالك عشان يقعد مع الكابتن سيد عبد حفيز يا كهرباء هيمشي أساساً الكهرباء زيدة قوي في برنامج الكابتن إسلام صادق فأحنا بنؤيد وجهة نظر أحمد عفيف أن الإعلام يقول الخبر صحيح فقط لغير وإذا كان الإعلام تكتم على حاجة حصلت بين مدير فني ولعب في غرفة ملابس بعد مباراة فالإعلام تكتم على لاعبين رفضوا أنهم ينزلوا التمرين وتمرضوا ومحدش يتكلم خالص مع أن الملعب مكشوف والتمرين كان واضح والمدير الفني كان قاعد مستنى اللاعبين بس اللاعبين رفضوا ينزلوا ردنا في الحتة دي وبشكل واضح وبسهولة لأن أسهل حاجة في الدنيا أنك ترد على كلام مرسل هو الكلام اللي بيحاول البعض يطوعه في خدمة أفكار موجودة داخل عقله فقط ولكن نشوف كلام تاني كان برضو فيه مغلطات لازم نقف عندها نروح ونشوف الفيديو من أسبوع حصلت مشكلة شهيرة بين أحد اللاعبين وأحد المدربين في أحد الأندية محدش بدأ يفتح بقه ويتكلم عن المشكلة غير لما النادي نفسه طلع أعلن عن عقوبة لللاعب بعد ما أعلنت العقوبة الناس مش بس قالت ما كناش نعرف ودي حاجة وردة متعلقة بالكوالة بتاعك يا صحفي أنك تعرف أو ما تعرفش لا الناس قالوا احنا كنا عارفين وخدنا قرار بإرادة شخصية أننا ما نقولش وكأنهم بيقولوا احنا أعلميين بس احنا بمارسة أعلم أو احنا متعمدين نعمل حاجة عكس الإعلام أو عكس الصحافة الصحفيين اللي كانوا عارفين ودورهم أنهم يقولوا لأنه دورهم قرروا أنهم يتخلوا طوعية عن دورهم بل ويفتخروا لأنهم تخلوا عن دورهم وما قالوش هو ده الجيم تطويع الكلام لخدمة حاجة في عقلي أنا فقط هي مش موجودة في الحقيقة وما لهاش أي أساس من الصحة ولكن موجودة في عقلي أنا فقط الافتراض الصحيح أن الإعلام أو الصحافة ما قدروش يوصلوا للخبر زي أزمات تانية قبل كده فالنادي الأهلي هو اللي بادر وأعلن نتيجة أنه هو اللي بيتعامل بشفافية يمكن مش موجودة في أي نادي آخر فنتيجة أن الصحفيين ما يدروش يوصلوا للخبر الأول تعامل معها هو بتأويل أن ده كان تكتم لخدمة مصلحة النادي الأهلي اللي بعد كده هو اللي حيعرفنا إذا كان الموضوع تكتم ولا لا أحد خلينا نعضح حاجة برضو ونقطة مهمة جدا هو وارد بيقول أن الإعلام كان عارف بأزمة كهرباء مع موسيماني وطلع قال أنه كان عارف بس ما أعلنش هما مين دول يعني مين دول اللي طلع قالوا أنه احنا كنا عارفين أزمة كهرباء مع موسيماني ورفضنا أنه نقول ده رقم واحد رقم اتنين هو الإعلامي اللي يقول كده مش وارد يكون بيحب يزهر أنه هو عارف الأهلي مخبك كهرباء فين فبالتالي يطلع قالوا أصلا كان عندي معلومة ورفضت أقول ده لا يعني بالضرورة أنه كان عنده المعلومة ده رقم اتنين رقم تلاتة وده الأهم هل المواقف مع النادي الأهلي بتتم بالشكل ده يعني أنا لو عايز أجيب إعلام بيتكتم على الأخبار نادي الزمالك أنا هجيب لك إعلامين كتير وهتشوفهم عايز أجيب لك إعلاميين بيعرضوا مشاكل النادي الأهلي هنجيب إعلاميين كتير ونشوفهم لكن الحقيقة كهرباء نفسه كانت أزمة أخرى حصلت في غرف الملابس مع الكابتن محمد الشناوي قبل ما النادي الأهلي يعلد كانت موجودة على اليوم السابع محمد عراء الشناوي كهرباء يرفضان تدخل عبد الحفيز بعد مشاهدة الأهلي ويهددان بشكل خطيب بغض النظر عن فكرة اقحام اسم الكابتن سيد عبد الحفيز لأسباب شخصية لكن الأزمة كانت بين الشناوي وكهرباء أو كابتن الشناوي وكهرباء هدف في التأسيمة سر خلافات دي بقى اجتهدات خلافات كهرباء والشناوي في الأهلي دي حاجات أعلنها اليوم السابع توقف الإعلام عند هذا الحد لا لم يتوقف الإعلام عند هذا الحد بل أصبح المحرر في اليوم السابع حديث الإعلاميين وكمان ضيف على التليفون نشوف كمان لما جابه الكابتن إبراهيم فاية في ليلة العقوبة اللي أعلنها النادي الأهلي كان الموقف ايه وقال ايه اسم النادي الأهلي النهاردة تم الكشف عنه وانه في مليون جنيه عقوبة بيتم توقعها على كهرباء نرجع تاني للجزئية بتاعة كهرباء فبتحصل المشادة بيحصل زعيق تدخلات من الكابتن سيد عبدالحفيز تفاصيل كتير في الموضوع ده حيقولها لنا الصحفي المميز محمد عراقي وهو أول صحفي نشر هذا الموضوع في اليوم السابع يا أستاذ محمد أهلا وسهلا بك ومسائل فل مسائل فل يا كابتن إبراهيم أهلا بك وأهلا بكل مشاهدين تفاصيل ليها علاقة بأنه كلا هما كان فيما بينهما بين بعض زعل بسبب أنه كهرباء كان نزل لقطة على السوشيال ميديا وهو بيسجل هدف في الشناوي وده كان زعل الشناوي وطلب من الناس في السوشيال ميديا ما تنزلش الخبر ده أو ما تنزلش التفاصيل دي هو بصفة كابتن للفريق طلب من الناس بعد كده ما تعملش ده وده خلق نوع كده من أنواع الجفاء ما بين كهرباء وما بين الشناوي ومن بعده بقى حصلت التفاصيل اللي دي كانت قديمة شوية أنا مش هكتفي أن أنا بس أعقب على اليوم السابع أو الصحفي أو المحرر اللي نشر الخبر لا ده أنا هجيبه وحكي لنا بقى إيه اللي تم في غرفة الملابس بين الشناوي وكاربا واللي الكلام ده وصل إزاي كل ده حصل النادي الأهلي أعلن العقوبة ما عندناش مشكلة بالمناسبة من أي حد يمارس عمله كأعلام وأنا قلت إن احنا متفقين في نقطة دي احنا مختلفين بس إن انت شايف بنحياس تأكيدي شايف بعين وحدة إن النادي الأهلي مشاكله بيتم التكتم عليها برغم إن الوضع الحقيقي إن مشاكل النادي الأهلي مع أي لعب موجودة في الإعلام بشكل كبير جدا واللي مشاكلهم ما بتظهرش الإعلام إنت أكيد عارفهم كويس قوي 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 لا إنت أسود من جوة ومتحامل على العفيف أنا ده أنا الغد بوي هفترض إن أنت متحامل عليه فحنقول يا أسامة إن ده كان في وقت سابق وكان في أزمة مختلفة عن الوضع ده فالإعلام المراضي اللي كنت انت شايف إن هو بيتكتم على أزمة كهرباء مفترض لما النادي الأهلي أعلن عن القرار أكيد بقى ما تناولش الموضوع وحب ياخد الموضوع في إطار الخبر وخلاص خلصنا لأنه هو عنده أجندة بتخدم أهداف النادي الأهلي طب تعال معايا وشوف الفيديو ده عشان تعرف إن لنا ولا أسامة ولا حد متحامل على عفيفي ولكن هو اللي يتحدث بشيء ليس له أي علاقة بالواقع تعالوا نشوف كيف تعامل الإعلام المصري حتى مش الرياضي مع أزمة كهرباء نطلع ونشوف الفيديو طب شفت إزاي كهرباء وحالته الأخيرة مع النادي الأهلي نرجع ليه كهرباء حصل هو غضب إنه كان احتياطي في ماتش طلاع الجيش تعامل مع بيتسو موسيماني بشكل غير لائقة بعد المباراة وبالتالي موسيماني قال استوب والقرار إيقافه شهر وغرامة 200 ألف جنيه رزق بتاع ربنا كاتلنا رزق ربنا سبحانه وتعالى ربنا يخللنا كهرباء رب صح صح لا أنا عايزة أخد رأي حريتك يعني من الآخر كده يعني هل كهرباء هيمشي من النادي الأهلي أزمة اللاعب محمود عمينعم كهرباء أستاذ جمال يعني كيف رأيت هذه الأزمة وإذا كان عندك معلومات عنها ممكن تقولها طيب يعني في هذا الإطار ليه يا سيد شريف في النادي الأهلي أعلن هذه عقوبة النهاردة وعنده مباراة مهمة أوي يوم السبت أمام بيتاك نوجد مزحك نروح لملف كهرباء شايفه إزاي دكتور ياسر أيوب النقد الرياضي مساء الخير يا دكتور أهلا بيك يعني خليني بداية أسألك توقعاتك إيه لمصير كهرباء هل سيبقى مع النادي الأهلي أم أنه على أعتاب الرحيل الشارع الأهلاوي والكهرباء كل كابتن بيتكلم عن موضوع كهرباء عايز أخذ محرك كل الأبعاد فأنا عايز أفرأي حضرتك كده بشكل عام تقولي موضوع كهرباء والأزمة اللي اتفردت علينا بقى اليومين وأنا عايز أقول لكو اللي محدش هقوله لكو بالنسبة لموضوع كهرباء فيما يخص عقوبته عقوبة كهرباء أساسها أساسها من مباراة المريخ فجأة أو اكتشفناها فجأة سنكون واضح إنه كهرباء أخطأ في حق مدربة واحدة واحدة متعالوا نتكلم ونقرأ عقوبة نقرأ عقوبة كهرباء ونعلق عليها الكهرباء عنده مشكلة طبعا وأنا عايز أحيي إدارة النادي الأهلي يعني لازم نديهم من قناة الزمالك كمان لا أحيي الأول إدارة النادي الأهلي لا من قناة نادي الزمالك بتحيينهم طبعا أحيي إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب إنه قرر إيقاف كهرباء شهر عقوبة وتغريمه 200 ألف جنيه ليه طيمور انت نمت كنت عايز أقولك إن كهرباء عمل مشكلة لا لاحظة لاحظة فيه اتنين إعلاميين الوحيدين اللي ما تكلموش عن كهرباء وأنا بنتهز الفرصة أنت يا رأك في مشكلة كهرباء لا صح الله لا الموضوع مريب جدا إحنا فعلا إحنا بس لنا ما تكلمناش الموضوع كيف جاءت لك الجرأة والفكرة إن أنت توقف تقول إن الإعلام كان بيجامل النادي الأهلي وتكتم على موضوع كهرباء أنت متخال الطرح أصلا ياريت الموضوع الطرح بشكل خبري ده بقى الموضوع بيتكلم في إن حصل كذا نحن بقنا 8 أيام على كده لا والجملة كمان اللي تقالك من كهرباء المسيماني يعني الإعلام بدأ ياخد كمان نصق إزاي أنت قدرت تعمل الفقرة دي وبأي منطق بس فعلا يا بخت اللي حكيته بتتصدق يمكن من قبل ما يحكيها بص هو يمكن الإعلام فعلا كان عارف موضوع كهرباء وبالتالي رفض الإعلام إنه هو يعلن عن عقوبة كهرباء إلا لما النادي الأهلي يعلن عن عقوبة يمكن؟ يمكن هنصدقك في الحتة دي لكن عندنا فيديو آخر هيتكلم عن وقع مدير فني مكان مدير فني جاء مكان مدير بص اللغباطة دي ما تيكن نشوف الفيديو أنت كإعلام وكصحافة تحديدا انتهكت هذا النهج اللي أنت اخترعته ده مش موجود في أي حتة في العالم أنت اخترعت ده عايزين نحافظ عايزين نلم عايزين نقول عشان التبعات عشان المشاكل بمره بوقت صعب مرحلة حرجة عنق زجاجة عشان اتكلم اوكي اوكي ده المبدأ اللي أنت ماشي عليه هل طبقت نفس المبدأ ده النهاردة وانت بتتكلم عن تفاوض الزمالية مع مدير فني خلينا فكرك تاني أنا من حيث المبدأ ما عنديش مشكلة أنك تقول لأي خبر وهم من يطلع صح بس أنا الراسة ما بتكلمش عن مبدأي أنا عن أسلوبي أنا لكن أنا على جنب أنا مجرد شخص أنا بتكلم عن الصحافة المصري اللي قررت تنتهج نهج جديد عارفين الخبر ومش هنقوله ولما يتعرف نقوله إذا احنا كنا عارفين وما قلناهوش شوفت احنا كده جينا بقى لمدير فني مكان مدير فني مكان مدير فني بدون أي تعقيب خالص وهنوري لك اللي أنت كنت بتقوله على كهربة أنه هو بيحصل مع المدير الفني اللي جاء مكان المدير الفني مكان المدير الفني يا أخي المنطق ده دي قد وصالة والله والله المنطق ده قد وصالة شوفوا بقى فكرة التكتم على أزمة كهرباء اللي تقالت لما تلف وترد في منطقك وتبقى اللي انت اتكلمت بيه عن كارترون تعالوا بقى نشوف على لسان واحد زمالكاوي قال ايه عن كارترون وباتشيكو وتعامل بأي منطق نطلع ونشوف الفيديو انا معنديش مش هتكلم في قصة رحيل باتشيكو وان كارترون جاي انا فكرة انا عارف ان كارترون جاي وان فيه تفاوض ما من 4 تيام او من 5 تيام لكن كنت حريص جدا جدا ان انا ما اتكلمش على موضوع كارترون بغض النظر انا راضي عنه او مش راضي عنه مش هايدي القصة هتكلم في القصة دي بعدين مش النهاردة لكن كنت حريص جدا ان انا معلنش الموضوع ده احتراما لباتشيكو وان انا مش عايز الفرقة تفك قبل مطش مهم الاعلام اللي بيبقى عارف الخبر مبيقولوش عشان اسباب تانية سبحان الله ميدو بيرد عليك كنت عارف كارترون وما قلتش معاييرك اللي انت قلتها لنا في اول الفقرة اعتقد محتاجت راجحها تاني بس عشان نكون امانا ما ينفعش نصنف ميدو من ضمن الناس اللي بيدعي ان هو عارف المعلومة لان ميدو طبعا قال قبل كده بشكل كبير جدا ان انا على تواصل دائم مع اللجنة السلسية ودايما عارف الموضوع وانت اكيد يا عفيفي عارف ان المدرب اللي رجع مكان المدرب اللي كان رجع مكان مدرب انا نفس اتلغبط انا نفس اتلغبط كان بيتواصل مع بعض اللاعبين وقلوهم شدوا حلكوا في مبارات سيراميكا عشان ننافس على الدوري وعلى بطولة افريقيا لكن دميدوا لكن فيه اعلام اخر شوف احنا بنوريلك ازاي لما بنقول ان فيه ناس بيزا تكتم بنجيب لك الناس ازاي انت مجيبتش الناس تعالوا نشوفوا الفيديو ده بقى في استوديو الاحد المباريات نشوف قالوا ايه عن قزمة المدرب اللي كان مكان المدرب اللي كان جاي مكان مدرب قبل ما اروح لكابتا عبزار هل تعلم جاين ان بعض اللاعبين يعرفون ان كارترون جاي قبل ما يجيب 4-5 تيار اه طبعا انا عايف كده واغلب الناس كانت عايفة والخابر يتصاب والخابر يتصاب للناس كلها انا عايف ان كالدرون مضى قبل ما يعلم فاسخة تعقده مع التعاون السعودي ده ده فيل عايفة تكلمته بركته مش عارضين نقول يعني 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 مسألة طبعا مسألة صعبة طبعا في الاهل خط احمر مش هتلاقي يا ابني الام التعبين يا ابني عشان حضرة الزابط هو فين الزابط طب هي فين التعبين لا احنا بنجيب لك الفيديوهات وبنجيب لك الاعلام اللي بيتكتم على مشاكل وكمان على مدير فني ما كان مدير فني ها هتلاق فيه ناس بتحط نفسها في مواقف اعتقد طول ما اهل خط احمر موجود هيخلي اي تلاعب بمغلطات هيكون الرد عليها قاسي جدا لو حب البعض يستوعب وان كان اظن مش هيستوعب لان برضو بنفس المنطق الجمهور اللي بيتابعوا مش عايز استوعب بالضبط كده اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم في يوم السلساء العظيم بفوز النادي الاهلي اللي من بدايته عظيم للنهايته عظيم نشوفكم على خير وانتهى كلامنا ليكم محبتنا وسلامنا